منذ نشأة الكون ومن اللحظة الأولى اللي خرجنا فيها للحياة تعلمنا إنه لكل بداية نهاية ولولا وجود الحياة لما وجد الموت ولولا وجود الحزن لما وجدت السعادة ولكل شيء نقيضه فبطبيعتنا كبشر لما يموت شخص نعرفه سواء من قريب أو من بعيد نحزن نبكي نفتقده ولكن مهما طال الزمن أو قصر رح نصل إلى خاتمة لهذا الألم لا محالة لأنه الموت يعتبر خلاص يعطينا الراحة اللي نحتاجها لما نعرف يقينا إنه الشخص اللي مات ارتاح من هم الحياة وألمها يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه واليوم رح نلقي نظرة على المسلسل الدرامي والأكثر من رائع The Lift Overs حقيقي يا جماعة واحد من أجمل المسلسلات وتعلقت فيه بشكل مو طبيعي جدا فشكرا HBO طيب الفيديو ما في حرق للأحداث طبعا فلو ما زلت محتار هل تتابع المسلسل أو لا خليك معنا في الفيديو وضبط لك كباية شي كده ريقة يا نقم وتعال نبحر مع بعض وراح أعطيك أهم المعلومات اللي تحتاج تعرفها قبل تتابع المسلسل وأكيد برضو المجال مفتوح للجميع في التعليقات طيب في البداية وقبل كل شي ليش في ناس تابعوا أول كم حلقة من المسلسل ووقفوا متابعته برأيي كثير من الناس كانت متوقعة أنه المسلسل من نوع خيال علمي ويمكن أكشن وربما سيربايفل والمسلسل وعلى العكس تماما درامي بشكل كبير جدا وغامض لحظة أنا قلت درامي وغامض صح أوكي خلينا عيد كلامي عشان تفهمون إيش أقصد بغامض غامض أغمض شي في العالم رح تلاقي فوق راسك علامات استفهام كثيرة بالذات الموسم الأول وفي بدايتك مع المسلسل وعلامات الاستفهام هذه قد يفسرها لك المسلسل وقد يتركها لك مثل ما هي ويخليك تبحر في عالم خيالك وتحرياتك مثل ما تبغى وأحيانا قد تحتاج يكون عندك معلومات دينية معينة أو معلومات نفسية وفلسفية عشان تستوعب بعض الأشياء الغير مشروحة في المسلسل برضو كمان الغموض اللي في المسلسل قد يستفزك ويرفع ضغطك في البدايات ولكن مع الوقت بتبدأ تتعود عليه وبيصير شي مقبول وبتلاقي نفسك متخذ وضعية المحقق كنا في معظم الحلقة طيب بالنسبة لقصة وأحداث المسلسل بشكل عام مسلسل ليفتوفرز يتطرق للجانب العاطفي والنفسي والإنساني للبشر في حالة فقدانهم لأحد أو تجاه الموت بشكل عام كيف ردود أفعال الناس تجاه هذا الاختفاء وكيف بيكون أثروا عليهم وكيف بيتعاملون مع هذه الكارثة يعني لا تتوقع يظهر سوبرمان فجأة وينقذ العالم وينقلهم إلى كوكب كريبتون لا ما في شيء زي كذا المسلسل يتمحور مثل ما قلت لكم حول ردود أفعال الناس تجاه هذا الاختفاء اختفاء 2% من البشر أو الـ 140 مليون نسمة وهذه هي الفكرة الأساسية في المسلسل واللي خلته يتشعب ويتعمق في داخل النفس البشرية بشكل جنوني ومثير جدا للاهتمام بعد كذا عندنا الخير والشر هل في خير وشر في المسلسل أو هل مفهوم الخير والشر باقي أصلا موجود بعد كارثة الاختفاء صدقوني في مرحلة ما من المسلسل رح تلاقون أنفسكم ضايعين وتايهين وفاقدين القدرة على الحكم على أخلاقيات ومبادئ الناس في هذا العالم وبتفهم الكلام أكثر لو تابعت المسلسل وتعمقت فيه بعد كذا عندنا هل الأديان لها دور أو مكان في المسلسل طيب هذا الموضوع شوي شائك تركز معايا عشان لا نتضارب أنا وانتا بعدين الله يخليك في المسيحية حادثة الاختفاء وردت في الكتب السماوية وتسمى بالاختطاف وهو أن الإله في نهاية الزمان رح يأخذ الناس الصالحين للسماء ويترك الفاسدين والكفرة على الأرض لحالهم برضو في الإسلام يقال أن يوم القيامة ما رح يجي إلا على أشر الناس وأن الناس الصالحين رح يموتون أو رح يأخذهم الله قبل يوم القيامة رحمة منه بهم فيب تحتاج تعرف هالمعلومتين لأنها بتساعدك في حل بعض الغموض اللي في المسلسل أما بالنسبة للشخصيات يا جماعة الشخصيات اللي في هالمسلسل من النوع اللي بعد ما تخلص المسلسل تروح تفتح جوجل وتبحث عنهم وعن تاريخهم وأعمارهم وجنسياتهم وأصولهم وقد يصل بك الحال إلى أنك تحط صورهم خلفية لجوالك أو صورة العرض تبعك يب ما أمزح حوارات الشخصيات جدا متقنة والتمثيل من أروع ما يكون وقل ما تجد ملاحظات على أداء أي شخصية سواء الشخصيات الرئيسية أو غيرها وبرضو معلومة مهمة ترى ما في شخصية رئيسية تقريبا في المسلسل في شخصيات كثيرة بالنسبة لنهاية المسلسل هل نهاية المسلسل جيدة أم لا للأمانة اختلف الجمهور في نهاية المسلسل فالبعض عجبتهم جدا وأنا واحد منهم والبعض قال خلاف ذلك وحقيقة زي ما قلت لكم قد تختلف الآراء كثير حول النهاية ولكن مهما وصلنا في اختلاف الآراء مستحيل أحد يقول لك إنها سيئة معلومة أخيرة مهمة تعرفوها عن المسلسل قبل لا تتابعوا المسلسل يا جماعة في مشاهد لا تناسب منهم أقل من 18 سنة في بعض المشاهد الجنسية وفيه بعض مشاهد العري فلا تشوفوا معيالك أو أخوانك الصغار وبعدين تجي تهزين برضو فيه مشاهد مدري بس فيها شي غريبة كذا المفروض ما يشوفوها ناس صغار أخيرا وليس آخرا فقرة التعليقات اخترت من بين التعليقات اللي وصلتني تعليق واحد تقريبا شرحه كان جدا لطيف للمسلسل وأعجبني ولا عيب في باقي التعليقات للأمان الله يعطيكم العافية بس إيش عساس الفيديو ما يطول يعني ومن ما الصحاش يعني مع التعليقات طيب التعليق يقول مسلسل مظلوم جدا ومن مسلسلاتي المفضلة المسلسل أظهر البؤس والخسارة والضياع في أوضح صورة ممكنة وأظهر اختلاف الناس في استجابتهم للمصائب وفي اختلافهم لتفسيراتها فمنهم من اعتقد أن العالم انتهى ومنهم من بدأ بتصديق الأوهام ومنهم من كبت مشاعره بداخله ليبقى تائها في أحلامه الحادثة حيرت العالم وأخرجت عدة أسئلة للناس أين ذهبوا؟ هل هم أحياء أم أموات؟ ما سبب الحادثة؟ لماذا هم من اختفوا دون غيرهم؟ لماذا لازلنا هنا؟ فمن خلال طرح أسئلة كهذه قد تدفع الإنسان للجنون المسلسل خلال ثلاث مواسم طرح الكثير من الأسئلة لم يجب إلا على القليل منها وباقي الأسئلة متروكة للمشاهد ليبحر في مخيلته بحثا عن الإجابة وهذا الأسلوب رغم صعوبته إلا أنهم أتقنوه لأبعد درجة بعض الأسئلة لها أكثر من جواب مثل النهاية شاهدت المسلسل مرتين وفي مشاهدتي الثانية لاحظت بعض الأمور التي غفلت عنها في المرة الأولى ولم تقل متعة عن أول مشاهدة أبدا والكاست كان جدا ممتاز وطاقم الممثلي الرهيب أبدا ما شفت أي ممثل ما عجبني تمثيل شخصيتي كيفين ونورة من أفضل ما رأيت طاقم يجبرك بالاندماج مع الحلقة أو في الحلقة ولا ننسى ما قدمه ماكس ريتشر من معزوفات خيالية كفيلة لشد انتباهك وتحريك مشاعرك خلاص كفاية حسيت أني كثرت كلام إلا ما أنا تعليقك جدا جميل ويالتك ذكرت اسمك أنا ودي أشكرك شخصيا لأنه تعليقك صراحة قلب مشاعرك كده وخلاني أحس بشعور جميل تجاه المسلسل لأنه حاليا دوبني خلصته وحس كده بحزن يا جماعة بحزن كده في فراغ داخلي برضو نقطة أخيرة الموسيقى التصويرية ساونتراك يا جماعة شي شي عجيب نسيت ما أذكره في الفيديو وصاحبنا في التعليق ذكرني فيه واو موسيقى التصويرية يا جماعة شعرية جدا وهي أحد الأسباب اللي رح تخليك تنغمس داخل أحداث المسلسل وتقع في حبه بس والله إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة في حال ما كنتم مشتركين والضغط على زر الإعجاب ترى مرة مهم يا جماعة عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد وبالمرة على طريقكم شيكوا على جرس التنبيهات ويعطوه نقرة صغيرة عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول كان معاكم الوجيه يا مان الله